حينما تروى قصة انتصار المجهود الإنسان على العوامل الطبيعية تذكر مشاريع العتبة العباسية المقدسة الزراعية في صحراء كربلاء التي حولت جزء من تلك المنطقة إلى أرض خضراء وبين مدتهم وأخرى تزورها الوفود الحكومية وغير الحكومية إذ كانت آخرها زيارة محافظ كربلاء ومدير دائرة الزراعة مضمن جولتنا في المناطق الصحراوية التي تشهد نهضة زراعية كبيرة والتي أسهمت بنهوض بالواقع الزراعي بشكل كبير نحن اليوم في مزرعة العوالي تابعة للأمان العامل العتبة العباسية المقدسة هذه المزرعة التي وجدنا فيها أكثر من زراعة الآن نحن في زراعة النخيل وكربلاء المقدسة بإذن الله ستكون في الأعوام القادمة المدينة رقم واحد في أعداد المتزايدة لزراعة النخيل وهي مدينة زراعة نخيل فضلا عن أنه هذه طبعا زارع أخرى للبطاطا وغيرها والخضار وغيرها من الزراعة فضلا عن زراعة استراتيجية للحنطة العتبة العباسية اليوم تساهم بمساهمة كبيرة في النحط الزراعي نشاهد هناك تقدم واضح في مزارع العتبة العباسية التي تشمل مشروع العوالي ومشروع المعلّة وأيضا مشروع الفردوس كانت هذه الجولة الميدانية كدعم لمشاريع العتبات ومنها العتبة العباسية نرى أن اليوم هناك عمل مثمر ومتواصل من قبل كل كوادر العتبة العباسية المتخصصين في مجال الزراعي محاصيل استراتيجية وأخرى خضرية تدخل في الصناعة ونخيلوا من أجود أصناف التمور زرعت في الصحراء ضمن مجموعة من المشاريع الزراعية التي استثمرت من خلال تلك الأراضي للحد من ظاهرة التصحر ولتسهم في تحقيق الأمن الغذائي الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة طبعا إلهفت دور جدا كبير في مجال تقديم الدعم للمزارعين وتشجيع على الزراعة وخاصة في مثل هكذا أراضي باعتبار عندنا أهداف ستراتيجية مرسومة من قبل الأمانة لإنشاء مثل هكذا مشاريع في عمق الصحراء وهي طبعا مثل ما تعرفون هي الهدف الأول هو توفير الفرص لأيد العاملة من مهندسين من عمال من فنيين وإلى آخره إضافة إلى مكافحة التصحر وتحسين الوضع البيئي للمحافظة بالإضافة إلى الهدف الأهم الذي يعتبر هدف ستراتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لشعبنا ولبلدنا الحبيب استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أرض زراعية قصة نجاح حققتها العتبة العباسية المقدسة صار عنوانها من صحراء إلى خضراء قد تلهم المستثمرين لاستثمار الأراضي الباقية بما يسهم في النهوض بالواقع الزراعي في البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة